اه هو عشان بس كان فيها ناس بتسأل كتير في بخصوص القوميس اللي ممكن نستخدمها اه في الجامعة والكلام ده اه صبع للترجمة او غيره اه هو سؤال ده تكرر كتير فقلت بس علشان ايه ناس تعرف يعني من من افضل القوميس اللي ممكن تستخدمها ساق فرنسي عربي او عربي فرنسي هو المعجم ده اللي هو معجم عبد النور انا مش عارف الكتابة كده بينا معاكو اللي بالزبط مش عارف مش عارف عمله ازاي عموما اسم معجم عبد النور تمام هو ده من احسن المعاجم اللي موجودة اه عربي فرنسي يعني انت بتبحس بالعربي بتلاقي في فرنسي تمام ده طبعا من من احسن القوميس اللي موجودة في السوق كعربي فرنسي خلاص اه اسمه معجم عبد النور طبعا ده نسخة اصلية وشكله قديم شوية معلش يعني هو معايا تقريبا بقاله تسع سنين حوالي تمن سنين تسع سنين فهو قديم شوية تمام اه اه فممكن تشوفوه مسلا تبحث عنه مسلا في المكتبات انا كنت يجابه من سورة الاسبكية فممكن تسعر في المكتبات او تنزلوا العطبة تشوفو هتلاقوه ان شاء الله يعني اه فده من احسن القوميس اللي هي عربي فرنسي اه الفرنسي عربي بقى من حدش بايسألنا الغلاف فين انا طبعا اصلا مش لقيه الحاجات ده اصلا مش بايش خلاص بفتحها كتير يعني فده اسمه المنهل اه طبعا ديت برضو نسخة اصلية في منه نسخة مش اصلية اه موجودة برضو في السوق كويسة ولكن طبعا لو لقيته نسخة الاصلية بافضل يعني اسمه المنهل تمام ده فرنسي عربي مش عربي فرنسي ده فرنسي عربي ده طبعا من احسن القوميس اللي هي فرنسي عربي اه الفكرة كمان ان انت لما الفكرة في القوميسين دولت الاتنين اه لما بتبحث اه سواء عربي فرنسي او فرنسي عربي بيجيب لك زيادة يعني انت لما بتحس على كلمة معينة بيجيب لك اه تقريبا هو المهمها اللي متعلق بالكلمة دي اه يعني مسلا اه فغب افواخ يعني مسلا افواخ فانت بتلاقي تحتيه كل او اهم اللي موجودة مع الفعل ده موجودة تمام لو بحثت برضو بالعربي بيجيب لك برضو تحتها ومتترجمة بالفرنش خلاص اللي هي بالزبط يعني ترجمة دقيقة بالزبط يعني هو مش اه القوميس دات مش ترجمة متخصصة شوية ولكن برضو هتلاقي فيها مصطلحات سياسية ومصطلحات اقتصادية وهتلاقي فيها حاجة كترة جدا يعني اه فدولة من احسن القوميس اللي موجودة في السوق اللي هو فرنسي عربي وعربي فرنسي اه معجم عبد النور عربي فرنسي اه معجم المن هلا فرنسي عربي بس ده عشان بس الناس الكبت يسأل يعني وبالتوفر ان شاء الله اشتركوا في القناة